عادة لما يبقى كابتن علاء نبيل ضيف عزيز رائع في اي برنامج نتحدث عن الكرة المصرية والدوري وافريقيا والاهلي والزمالك وممكن نروح شوية للمقاولين بس انا عايز تغير لفرصة وجود حضرارك معايا مش هتكيبا سوتي بتنبح هنا كل يوم في موضوع اجماعة احنا مش هننسلح حالنا لما بقى عندنا قطاعات ناشئين سريمة مش هتسلح حالنا لما بقى عندنا نعيبة صغيرة متأسسة صح مش هتسلح حالنا لما عندنا مواهب من صغرها متكونة صح لكن هنفضل كل شوية نقول اصلي مدرب المنتخب اصلي مش عارف اتحاد الكورة ونقعد نلف في الدايرة الصغيرة ديت ما بنخلص والله انت تسلع الجرح ايوة احنا ما بلجأش الى الجملة دي الى ساعة الزنقة ايوة هي دي لازم نخسر اخر مطش من السنغال فنقول ايوة نبتدي بقى نشوف ونخلص ونجيب المدرب الاجنابي ونبتدي في خط جديدة مدرب احنا بيمشي تجيب مدرب مصر ايوة وعد كده يقول لجماعة الناشئين بتوعنا ونعملوا بتسأل حاجات دي كلها بامانة خلاص احنا زهقنا من هزا الكلام احنا لازم عشان كده انا ارتباطي بهزا النادي اللي احنا شغالين فعلا على هزا الفكر ووقتها ناشئين الاهتمام الكبير الكبير جدا وتوفير كل وسائل التطور للعبين شغالين جوابين وفي نادي زد عشان خاطر اللي حتة لحدك بتقولها دي مهم وبالذات يا جماعة انا ستافق معاك احنا عملين اللف وندور مدرب وحش ومدرب حلوة تحدي الكرة وحش تحدي الكرة حلوة وعملين اللف وندور فلان 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 جاب جون في ماطش فلاني طلعنا سبع سبع ماطش دفاد ده عن فراد يبقى اللعب معدوش فكرة ايوة ومدرب من اربع سينة كان معا حق اللي هو ملعبوش يا جماعة احنا احنا وصلنا لمرحلة ايه ايوة احنا ايه المرحلة اللي وصلنا لها دي انت اكيد يا كبتا هلاك بتسمع الكلام ده قبل ما انا اسمعوا كمانا ممكن اكون باسمعوا من تأكيد لا لعشان كده انا بمحبش اطلع كتير دلوقت بصراحة انا بجاي عشان الكريم رمز حبيبي يا كبتا ايوة وعشان حسين بصراحة احنا بنفط بقى قلنا كتير واحد يقول لك انت بتحبطنا انت عم مش عارف الانتماءات مش بديك فرصة ان الناس استوعب انت للنهاردة لو قلت لاي نادي من الانداجة مهرية اللي هو النهاردة كان وحش يبقى انت عدوه ياه زي تقول عن زمالك النهاردة كان من لعب ماتش وحش اولاه لعب ماتش وحش انت بقى انت عدوه واخبالك لو قلت مفروض كازك وجهة نظري هي عم انت هتوعب مش عارفة رغم ان انت وانت عاد هنا في كاهرة وفي مصر انا لو قلت لعب ماتش وحش عادي عادي جدا لا لا ما تقولش على فالانتماءات مخلياك يا جماعة والله والله احنا في اشد الحاجة الى تطوير كرة الخدم في مصر لان احنا في دايرة مغلقة وما بنفوقش الا لما بنطلط وتيجي بعد كده تفوق احنا لازم احنا احنا جماعة احنا لسه بنتفرج على نفس اللعيب اللي بقى لهم فترة طويلة لازم نقتنع ان طب اقول لك حاجة كده مسلك سؤال فضل من لعيب في مصر النهاردة بامانة اه لو قعد عالدكة او ملعبش لزرف ما اصابة طرد يفرق معنا دي ولا واحد اتفرق معك ونبا بنقول كده مش بس كده بقى اضيف على دا كمان لو دي ات عايز مني اجابة انو لعيبة الاهلي والزماعي كلهم اكبر ناديين في مصر ما يزيدوش كتير على لعيبة بال اندية اللي موجودة في مصر كلها هو المنتخب عبارة عن اياه كريم اه بياخد تلات اربع جمه من هنا صحيح تلات اربع لجمه من هنا نجمين من هنا نجم من هنا نجم من هنا نجم من هنا عبيرت منتخب اه انت نهاردة اه انت مين النهاردة تقدر تحطي لي منتخب مصر قوي يجاري القرى الافريقية بقوتها ومحترفينها واسماء عظيمة كنت قولك ما احنا وصلنا مع السنغال نهائي اه وفيش واحد فيك يا مصر كان قاعد مقتنع بعدها في الايته وصلنا اه وصلنا جبت اربعة ايجان في البطولة كلها لأ ودعيز بنزين على الاخر يعني هو سنغال رايحة ويعرف انت هدوبك لبسة دواسة اه وانا بقول لك انت لأي لازم نختنع يا جماعة ان دي سنة الحياة ايوا ان في لعيبة خلاص شكرا ها بش هنبطر كرة. ايه اللعب. بس اطلع لرأي العام. واقول احنا خططنا ايه للمستقبل الكرة في مصر. احنا عند انت عندك يا كريم حاجة ميزة محدش هاز بيها. انت النهاردة رغبة اولياء الامور لان اولادها هلعب كرة. اختلفت تماما عن ايام ما كنا احنا بنلعب. صح. احنا ايام ما كنا بنلعب. كان اللعيب اللي بلعب كرة ده بلوح نادي يتمرر نيوم في الزوع ويمشي. اه. تكلموش ده 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 صاجع ده مع اه. اه. تاع كرة ده. لا انت بتاع نفسك انت ولا ايه امرك. اه. كنت بتريح تلعب كرة. اه. تقعد تتحايل بقى على اولي يخبي لبسه وروح يتمرر من النورة والده. مش عارفه بتاع تمام. دلوقتي اولاد الامر هو بتحايله على اولادهم يلعبوا كرة. اولاد اولاد الامر بيوصل بادر عن ابنه ابنه. هو بيوصل النادي وابنه بيخش بيه ما ده. بيتاخر بقى اه. عايز يلعب كرة. فدي ساحة النقطة م انت مش مستغل. اه. الرغبة دي في انك انت اطيير. اه. ما انتش عارف تطير. ليه? انت ما انتش عارف تطير ليه. ليه بقى مش عارفين انا بكلمك كابتن على اللقتي فيما يخص قطاعات الناشئين. وانت حلالك بتقولي انه قبلاه الامور دلوقتي هم اللي بيدفع أولاده كان لهم يلعبوا في آه كرة القدم. ليه بقى مش عارفين نستغل قطاعاتين? اين مشكلة في قطاعات الناشئين؟. فمسأل. اللقتي مش بسهل على زي ان ده انا بسهل على كل قطاعات الناشئين فمس اه اشألك اقول لك حاجي. قل انت النهاردة قطعنا يجي الناشئين ده معمول ليه في الاندية. اولا ان امرأة واحد لتغزيد النادي بتاعك اللي هو مسلا بتاخد العيبة الميزة عندك بتلعبهم في الدور الممتاز. فريق اول. اه. قل انت النهاردة كم نادي في مصر عندهم قطاعات ناشئين. اه. ولادهم اللي بلعبوا في الناشئين بطلعوا لعبوا فريق الاول. وليل جد. ليه. ليه بقى. ليه. انا عايز بنحرك. عملية تجارية باحتة. اه. اللي انت النهاردة اللعب بتاعنا يدي ده هتتعقد معي بكام. فانت النهاردة انا هنجيب لعب من بره احسن لي. اه. بالمبلغ قد كده. وحاجات مش عايزة اخش في تفاصيل فيها. بالعكس يا كابتن عليك انا ما اسر في نقطة. انا اسمعتها حراك قل لي صح ولا غلط. انا اسمعت ان في قطاعات ناشئين في اندية دلوقتي. انا اللي عندي ابني وعايزة لعبه في الناشئين بطلع خدوس. ادفع. اه. خلاص خدتها منك اه. 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 حتى لو امني مبلعبش كويس. اه اه. ان ناشئين بتامن والبرع بتامن. طيب ما دي مشكلة كبيرة. وللاسف. اه. بتتباهى بان انت بتعمل كده. اه. اه. اه كرة استثمارو كرة بشتستثمارو والحاجات كلها. ما انت مدخلش كوارتي كويس. فيش جود انت اللي بيت. ما هي دي مشكلة. ما ينفعش. اه. ما ينفعش. اه. انا اجيب ابنك اللي هو الموهبة. انا في صحابي. مم. كنت لسه بكلم مع حسام. مم. في صحابي اطعوني عشان خاطر ولادهم مش موجودين. طب انا مصدي امانة. مم. يعني ابنك موجود. اللي احسن يبقى هو اللي موجود. هو اللي بيلع دي كرة. صح. واخب بالك. طب انا ولاد ما بيلعبوش. ايه المشكلة. اه. فا اه. من حالك مسلا قبل ما نخلش اعطوني كلها عاملة زي اللي بيغني. لو صوتك واحش. انا هفردك ازاي. ما هي. هي دي. هي دي. احنا ماشيين مسلا بسيستم معين مقالنين الاعداد. اه. فيه اهتمام. جايبين كل وسائل للتطوير للعيبة. من كل حاجة. مم. فانا النهاردة انا باخد ابنك. انا المسؤول عنه. مم. بلبسه. بجيب له لبس الرياضة بتاعه. انا النهاردة داخل في مرحلة تعليم للعيبة عندي. مم. داخل في مرحلة تعليم للمدربين عندي. مم. عشان اللعيب ده لما يسافر يبقى عارف يبكلم ازاي ويتعامل ازاي. كل الحاجات دي. فكري تاني خالص. واختيار المدربين نفسهم. واختيار المدربين. عشان برضو احنا عندنا في اخطاعات النشيين المدربين معظمه بيبقوا مجاملة. اه خلصت لعب يا عام منزل نمسيك فرقة الفولانية. نمسيك فرقة صغير. ايه. انا بيبقى مفوض مؤهل اكتر من المدرب الفيه الاول. انا عندي قطاع مدربين على الفرازة. مم. بناقي وكل مدرب للمرحلة السنية بتاعته. فيه مدرب ينفع مع الكبار. مدرب منفعش مع الصوارين. مم. والعكس صحيح. مم. تمام. فانت النهار ده. محتاج. محتاج تطلع تقول رأي العام. انا هعمل ايه. مم. عشان في خلال ثلاث اربع سنين. مم. يبقى عندي كم هائل من اللعيبة المحترفين في الخارج. ايوه. ولعيبة على مستوى المحلي.